نستضيف معنا في الستوديو دكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر دكتور راشد الحيي كن رحب فيك في استوديو الأخبار معنا ونبدأ بهذا اليوم وهذه الاحتفالية للمتميزين كيف تصفون هذا اليوم؟ طبعا هذا اليوم بالنسبة للمكرمين هو يوم لا ينسى وأيضا اهتمام حضرة صاحب السمو بالشباب والابداع والابتكار هو الذي يجعل هذا اليوم حقيقتا بالنسبة للمكرم يوم عطاء في المستقبل إن شاء الله ويوم هذا يدفعه للعطاء في المستقبل وأيضا وضع رسائل إلى المؤسسات التعليمية بالاحتمام بالشباب وبالابداع ويكونوا روافد للمبدعين إن شاء الله في التكريم في السنوات القادمة إن شاء الله ماذا احنا تكلمنا عن قيادتنا الرشيدة واهتمامها بهذا النشأ ما هو الوقع النفسي على المتميزين لما قيادة رشيدة بنفسها تكون اهتمامها منصب على رعايتهم وتكريمهم؟ طبعا الواقع النفسي واقع جميل سيكون بالنسبة لهم مسؤولية أكبر اهتمام حضرة صاحب السمو بهم واللقاء معهم أيضا وحثهم على أن ما بعد التعليم في الحياة العملية بما وجهونا في الحياة العملية فبالتالي رح يكون لهم حافز كبير ومسؤولية أكبر في المستقبل وكذلك أيضا يدفع للآخرين أن يلتحقوا بهم ويتميزوا في التعليم الرؤية الشاملة رؤية قطر الوطنية خصصت مبالغ كبيرة للتشجيع على البجال التعليمي ما أثر هذا التشجيع والمخصصات المالية الكبيرة على تحفيز الطلبة؟ أنا أقول مهم صرفة في التعليم لأبنائنا شباب قطر لا يعتبر استثمار فيهم وهم حقيقة هم الذين سبب في الازدهار والتطور في البلد نحن ننظر في رؤية قطر 2030 إلى الاقتصاد القائم على المعرفة الاقتصاد القائم على المعرفة يأتي بالإبداع والابتكار والجهد والتميز فمهما صرف في التعليم لأبناء قطر هو استثمار حقيقي كلمة آخيرة تحب توجهها للمتميزين ولأهاليهم أنا طبعا أشكر أهاليهم في البداية وأشكر أيضا المؤسسات التعليمية التي تخرجوا والتي رفضوا أو أعطونا هذا الجيل لأنه عمل ليس عمل فردي في الإبداع إنما عمل متكامل من المؤسسات التعليمية والأهالي وبالتالي لهم الشكر والتقدير في هذا ونتمنى إن شاء الله من جميع المؤسسات التعليمية أن تهتم بالشباب القطري وتدعمه ويكونوا متميزين وبالتالي إن شاء الله تكون الدورة أكتملة ونحن أيضا كذلك نبارك لهم ولي أهاليهم ولي جميع من شارك في هذا التميز كان معنا في الستوديو الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة بجامعة قطر شكرا جزيلا لك تشجيع الطلاب والطالبات والباحثين وكل العاملين في المجال التعليمي العطاء وتقديم أفضل ما لديهم من الركائز الأساسية للتميز العلمي التقرير التالي يصلت الضواء على بعض النماذج المشرقة للمتميزين في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر